السلام عليكم. راحب بكم بالدرس السادسة العشرية من الدروس الاكسل. في هذا الدرس راح نكمل على موضوع لكن راح ننتقل على فكرة ثاني على افقار ثانية وتعرف على طرق ثاني ترتيب البيانات والاكسل. ونتعرف على طرق ثاني ترتيبها والبحث عن البيانات. احنا تكلمنا بالدرس السابق او بالمحاضرة السابقة عن موضوع والتول في السورت او ماقل اللي هو بيكون الترتيب البيانات حسب المستقى واحد او عمود واحد او على مستويين او اكثر من مستوى. وعرفنا كيف نعمل هذا الاشي. في هذا الدس راح نتعرف على نوع ثاني من الترتيب. راح يكون بنفس الطريقة. لكن او ترتيب مخصص. اذا رحنا على تاب ثاني من البيانات الموجودة عندي من نفس الاكسل فايل اللي حضرت لكم اياه بالوصف في الفيديو. راح احطوك اذا رحنا على البيانات الموجودة عندي بالتاب ممكن انا احرك بهذه النقاط لحد ما احصله. عندي هذا البيانات الموجودة عندي عدد انواع لهذه البيانات. عندي هذا البيانات تاريخ. عندي كمان سنوات. عندي عملة. وهذه العدد عدد اشياء يعني عدد. وفي عندي هون. اذا انا رحت عملت عندي في هذا في العمود الاول اللي هو الايه اللي هو اذا ضغط زي ما انا عملت بطريقة الساوكة ضغطت هون. رحت على تاب الدياتا. وفي الدياتا رحت على صورت اللي هو صورت افضلت هون. ضغط على صورت ايه توزد. مثل ما شفنا احنا رتب البيانات هذه حسب الاختيار اللي اخترنا اللي هو ايه توزد. طبعا الاكس ما غلط. هو رتب البيانات حسب التركيب الابجلي. عنا حرف ايه هو اول شيء. طبعا عنا ابرول اوغسط. اثنين هم ايه. لكن بي قبل اليو. فعطاني ابرول اول شيء. بعدين اوغسط. بعدين خبوري. بعدين جنيوري. بعدين جيلاي. بعدين جون. وهكذا. لكن انطقيا انا ما اريد ارتب الشهور حسب الترتيب الابجلي. ما يهمني الترتيب الابجلي تبع الشهور. انا يهمني الترتيب الزمني للشهور. فاذا لازم يكون في عندي نوع من الترتيب او يكون مخصص. حسب بيانات انا مدخلها حندي في الاكسل. خلينا نشوف كيف ممكن ان نفهد هذا الامر. اذا اخترنا اي سل. مش مش شرط يكون السل المختارة موجودة بالعمود هذا. اي سل بالبيانات هذي زي ما حكينا. الاكسل بمعنها هذي البيانات متصلة اعتبرها ايه جدول كامل واحد وحدة واحدة. اذا اخترنا اي مكان. وروحت على الصورت. اللي هي الزر الموجود هون ضغط عليه. طلعتنا الشاشة نفس الشاشة اللي طلعت ليه في الدرس السابق. لكن خلينا نشوف شو الاكسل حيشتري. اول اشي اللي عندي اللي هو انا بدي عمي. اوكي. البهمني اللي هو ما. اوكي. زي ما حكينا اللي هو عمود هذا. بعدين اللي بهمني الداخل السل. لان في عندي بناء على بناء على الخلية. في عندي بناء على نص داخل الخلية. في عندي اللي هو بالقيم اللي هو القيم الموجودة لا بهمني اللون خلية ولا بهم لون النص. فهن القيم نفسها. خلية نروح على الثالثة او الزر الثالث اللي هو نوع الترتيب قدي. ايه تزد وزدته او. اذا اختلنا زدته ايه? سيطلع عندي عكسي. وانه يضمر. اللي هو اخر حرب. هيرجع على طيب. اذا لازم يكون في عندي نفس الاشي. ايه دخلنا لكن احنا على اختلنا تطلع عندي هذا اللي سيوجده هنا عندي. او الموجودة بالقائمات المخصصة القائم مخصصة موجودة عندي لأيام باختصارات وايام من غير اختصارات وعندي اشهر باختصارات واشهر من غير اختصارات. طبعا عندي البيانات اللي عندي هون اشهر من غير الاختصارات هو اعطاني الترتيب. اللي هو يونيوري فبروري مارتش ابريل مايي جو يوراي اوغسط سبتمبر اوتوبر ونوفر ودسمبر. اوكي. فانا حكيت له ارتب لي اياه. حسب او النوع الترتيب المحصص اللي اخترته انا. بلغة اوكي. اعمل لي اكسل عندي الترتيب لهذه البيانات حسب ما انا حددت لي. حسب التسرسل الزمني بناء على القائمة اللي ادخلت. اذا ادخلت كمان مرة عليه. اه سوري. ادخلت كمان مرة على ورجعت هون. اعطاني كمان الترتيب العكسي. اللي هو من الاخر شهر للاول شهر. برقت هون. بطلع عندي الترتيب. اللي هو من نوفمبر. طبعا هون عندي ما فيه في الاشهر ديسمبر. عندي نوفمبر. بحوة تاني من نوفمبر. وارجع لجانبار. وهذا هو عندنا. طيب. في حال انا عندي كان نوع ثاني من البيانات. او نوع ثاني من القيم الموجودة عندي بالعمود هذا. كيف ممكن اعمل كستم ديست خاص بي. اذا رحت على الغرط. رحنا على السهم هون ونزلنا حفلنا كستم ديست. في عندي هذا الزر هون اللي هو اد. معناه اضغطي. اذا ضغطت عليه. راح يعطي. راح يعطيني الاكسل مجال. اني. ادخل لست جديد. كستم او مخصصة العلم. خلينا نسمي هاي الليست عندي. مثلا ندخل بيانات هون. سري. فور. فايف. سيكس. سبن. ايت. ناين. تن. اوكي. دخلنا عنا. هذي القيم. وان تو تن. ممكن تكون قيم ثاني. ممكن. اضغط اد. اضغط عندي هون. اضغط اوكي. طبعا عشان ما شفت نزلت عندي هي نفسها. اتبتي بالاكسل الى. مع اني عندي هون بالجدول هذي ما في هذا الاشي. خلينا عملك. هون. واروح على عمود هون. ادخل بيانات عشوائية. تو. تو. سري. فور. خلينا. سيكس. سبن. ايت. ناين. نزل عندي هون. خديني نعبطي. كنترول سي. 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 كنترول زي. طيب عندي هذي اعتبرها مثلا جدول من عمود واحد. خلينا نرد. اذا عملت كنترول اي. فهو خلص اعتبر لي هذا جدول مفصل. بعد ما ادخلت البيانات عندي هون. خلينا اعطيهن اه عنوان. خلينا نسميهن نمبرز. اوكي. اعتبر هذا الهيدر عندي هون. طبعا اخترت كنترول اي. راح يختار لي كل البيانات. اعتبر اللي اياهم اي جدول واحد. خليني اختار اي سل موجودة بهذا التسلسل من البيانات. اروح على الصورت. واجرب اللي انا حددته. طبعا زي ما شفناهو اعتبر اللي هو العنوان هذا هو الهيد او العنوان العمود. اللي دخلناه هون. دخلنا على او القرن هذا اللي حددناها والانشائناها وضغطنا اوكي وضغطنا اوكي هون. زي ما شفنا رتب ليهو بالترتيب. اذا ارجعنا كمان مرة حكسنا الترتيب فهو غير ليهو. هاي الطريقة احنا شفنا كيف ممكن نعمل. خلينا نروح على موضوع التصفية او الفينتر. تصفية البيانات. زي ما نفهمنا احنا من الصورت ممكن انا نرتب هاد البيانات حسب ترتيل معين. يسحي علي البحث والعثور على اي بيانات انا بدي اياها. ممكن نستخدم اكثر من او اكثر مستوى للتصميم البيانات. تستم ولا موجود عندي بالاكسل ولا موجود عندي بالضمن الاستهالة من ايز از 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 او ايز. لكن ممكن تكون عندي هاد البيانات ضخمة. الاف من البيانات. وانا بدي اختار او اطلع الى نوع معين البيانات ضمن شروط خاصة. بمعنى اخر انا بدي افلت هاد البيانات حسب مضطلب عندي. اذا رحت على نفس داتة تاب عندي هون. طبعا وانا مختار اي سر داخل الجدول اللي انا بشتغل فيه. رحت على مكان ثاني او زر ثاني بهذا التاب اللي هو فلتر. وضغطت هون. بمجرد اني ضغطت على الفلتر الاكسل الاعطاني هذه الاسهم الصغيرة على العناوين الرئيسية للجدول. في مراحلة بالنسبة لهذا الموضوع. في اللحظة هذه لما الاكسل دخل هذه الاسهم هو اعتبر لي هذا هو الانوان الرئيسي. لكن اذا انا مثلا خلينا ابغط كونترول زد. اذا انا حذفت هذه الاسطور مثلا. رجعت كمان مرة على الجدول. وضغط على فلتر كمان مرة. الاكسل غير لي مكان الصغيرة. طيب اذا رحت على الصورت اللي هو موجود عنده هون هو الليفل صورت او اللي كوك صورت ضغط على هذا الصورت. انا متوقع انه يصنف لي كل البيانات. مني لحد اخت شهر. مع انه عندي هذه البيانات اللي اصلا موجود بالجدول. لكن الملاحظة في هذه الطريقة او عندما اختار الفلتر انه الاكسل هتبري هذا الصف اللي هو الثاني هو العنوان. ومش راح يدخله عندي بالترتيج. اضغط على اي توزد. تغيرت الاشهر لكن اول صف ما تغير. فهذه مراحبة مهمة للبيانات عندكم ولا ما تكن تشتغل عليها. فانتبهوا الاي لها. لانه ممكن يتخربط عندكم ترتيب هذا البيانات بسبب الموضوع. خلنا نغض كونترول زد كونترول زد كونترول زد. اينا مش عانفنا كلنا. نرجع على فلتر. على فرض اني بدي افلتر اشهر خلينا نكون مارس. اللي هو شهر ثلاث. ببساطة. بضغط على الساهم اللي هو عندي العمود او عندي العنوان المقرص بالشهر. وبنزل بالاختيارات هون او بالموجودة عندي هون بختار مارس. وممكن انا في السايرتش هون اكتب ابلش اكتب مارس. ادور على القيمة بديئة. طبع طلع علي مارس. خلص المختار وطلع اوكي. فالاكسل عملي فلتر على مارس. في حال اني اضيف اي قيمة ثانية لهذه البيانات بفلترة. ببساطة. بضغط على نفس المكان. بختار اي قيمة ثانية او ببحث عنها عندي هون بالسايرتش. خلينا اختار مثلا. اه. نوفمبر. اوكي. اضلط اوكي. فوضف لي بيانات نوفمبر مرة ثانية. طيب اذا انا بدي اعمل فلتر على مستوى ثاني. يعني ادخل على مثلا البيعيز هون. واختار اي قيم من القيم هذه. ممكن اعمل فلترة على مستوى ثاني. ممكن اعمل فلترة على مستوى ثالث. وهكذا. طبعا هذا الفيدنا بالبحث عن البيانات اللي انا بدي اياها. والعسور عليها بسهولة. لما بدي افكر فلترة الموجودة هون. عند رجعت فلترت فكهت الفلترة من هذا العمود ضغطت رح يعطيني كل البيانات اللي موجودة عندي اللي تخص هذا العمود. يعني الفلترة هذي راح تكون فقط لواحد اشغل عليه. اذا عملت رح يرجع لكل البيانات الموجودة. ممكن انا عملت ممكن اروح على من هذا الزر هون. يرغي لي كل الموجود عندي بالجدول. اذا كان عندي مثلا عشرين عمود هون ودي ادور عليهم واحد واحد. اروح هون على الزر هذا بضغط على فلتر. فبيشيل كل تصنيف او كل ترتيب او كل فلترة البيانات الموجودة عندي. طيب في حال انا بدي اعمل لكن من غير ما اروح على على ممكن بالنفس الساهم هون. اروح على السورتنج. السورتنج الموجود عندي هون يزقيت وزد او زد ايه. او ممكن ادخل على من هون واختار اللي كنت انا محدد عندي. اعطيكم العافية والسلام عليكم.